في نفس الإطار، إطار هذه المواجهة، تتحضل أفريقيا لكورة القدم النهاردة أعلن عن حكم مباراة زهاب نهاء دوري أبطال أفريقيا بين الأهل والوداد تعالوا لكم طاقم التحكيم بالكامل لهذه المواجهة اللي هتكون بقيادة ليبيا حكم ساحة ليبي تعالوا نشوف، يلا يا جماعة حكم الساحة هيبقى ليبي معتز إبراهيم، مساعد أول الليبي عطية محمد، مساعد ثاني التونسي خليل حساني وحكم رابع تشادي الحاجي محمد، وحكم تقنية الفيديو التونسي هيسم كيرات وحكم فيديو مساعد طبعا الجزائري الشهير مصطفى غربال وحكم فيديو مساعد الكاملونية كارين فومو إزنبونج، دي هتبقى عنصر نسائي طيب، تعرفوا بقى أكتر عن الحكم، تعالوا لكم معتز إبراهيم حكايته إيه حكم هايزن المواجهة، يلا بينا الحكم الليبي يبلغ من العمر تلاتين عاما حكم صغير السن وآدار هذا الموسم سبع مباراة على المستوى الأفريقية أشهر خلالها 22 بطاقة صفراء ولم يشهر أي بطاقة حمراء حلو الحكم الليبي أدار مباراة واحدة للأهلي في النسخة الحالية من دور أبطال أفريقيا وهي مباراة الإياب أمام الرجاء المغربي في دور الثمانية واحتسب رجل الجزاء للفريق المغربي في المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي كما أدار محتز إبراهيم مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد في الجولة الخامسة من دور المجموعات والتي شهدت أيضا خسارة الزمالك بهدفين دون مقابل ليودع البطولة أما على مستوى الكونفدرالية فقادر حكم الليبي مباراة بيرامدز والجيش الملك المغربي في القارة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق دي حكاية الحكم الليبي وحكايته مع الفرق المصري